بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو والداشبورد الخاصة بE8 حقيقة أحد الأصدقاء مشكورا أرسل ليه الداشبورد عشان يوضح لي حاجة مهمة جدا وهي أن طريقة الحساب الخاصة بالخسارة اليومية في E8 بص هو كل شوية بيعمل ريفرش قال لي لا ده هي من بداية اليوم وهي فعلا من بداية اليوم لأن هنا ميني مام بروفت تارجت هو حق 1408 تمام طبعا هو سجل من الخسارة الكلية 4729 دي الخسارة الكلية تمام ودي لي هو طبعا عمل اشتغل عشر أيام وحقق 1400 هنا بقى ويقولك ايه دي طبعا البيانات السيرفر هو بدأ يوم 6-7 وآخر يوم 5-8 طيب هنا بقى ويقولك ايه هنا الخسارة اللي هي تحققت تمام في التراجع الكل معاك لغاية 92000 ده ده سابت 92000 ده سابت تمام هنا بقى يقولك ايه entry equity 99,941 اه ده ايه تمام entry equity 99,941 يبدأ يحسب لك من 99,941 ده بداية اليوم بداية اليوم ده معاك حتى 94,941 تمام يخصم الخمس دلاف من 99,941 يطلع له 94,941 تمام ما فيش ايه مشكلة ويقولك والله next daily lose receipt فاضل 9 ساعات و 51 ديئة علشان يحسب اليوم الجديد في من الحيطة ده ايه يعني اول ما تقلص 9 ساعات و 51 ديئة او عد تنازلي يبدأ اليوم الجديد فقداش بورد الخاصة بي ايه ايه محترمة جدا وطبعا احنا كده اه لا هم بيحسبوش على الايكوتي بيحسبو من بداية اليوم لان الراجل اهو رابح 1408 اه ومع ذلك هم عاملين له ايه مع معمول اه level lose اه كل شوية ريفريش لغاية 94,941 فاهم لكن لو هو كان اضاف 1400 ديئة على المائة الف ده حساب بمائة الف طبعا اه ادي حساب هو حساب بمائة الف فلما يضيف 1400 على المائة الف يبقى صاحبنا ده 100,1,400 تمام 100,1,400 ديئة اقسم منها بقى الخمس تلاف فيطلع لك 96,400 لا معندوش الكلام ده ده عنده لغاية 94,941 تمام والراجل كل شوية يعملوله الرفريش وما فيش اي مشكلة تمام يبقى احنا كده وضحنا اي ايت بشكل عملي على الداشبورد احنا كنا حسبنا خطأ لان هما كاتبين equity balance equity balance ده يعني انت ده يعني انت بتاخد الاستوب الخاص اليومي بتاعك من اعلى equity لا ما اتضحش كده اتضح ان هو باليوم تمام اعلى اعلى حاجة في اليوم اعلى equity في اليوم هي دي بقى اللي احنا فهمناها اعلى equity في اليوم تمام اعلى equity حدث في اللي 24 ساعة السابق بيعملها وليس بقى لامة equity لامة balance تمام يعني ايه اه الفرق equity دي هي يعني انت فاتح صفقات equity دي يعني انت فاتح صفقات balance يعني انت اغلقت كل الصفقات والbalance واقف كده ويه اه ظاهر قصادهم اللي هو اه الرصيد كذا فهمتها يعني اما انه ياخد هو حتى بيقولك ايه equity and balance يعني اما انه ياخد بال equity لو انت فاتح صفقات او ياخد بال balance الرصيد لو انت اغلقت كل الصفقات فهمت الفرق بس بياخد ايه اعلى equity حدث في اللي 24 ساعة او اعلى balance حصل في اللي 24 ساعة مفيش اي مشكلة يبقى احنا كده فهمنا برضو التراجع اليوم بشكل بقى صحيح هو ده خلاص اه طبعا انا كنت متصور ان هو equity بقى اي equity يحدث ده 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 مصيبة ده كان الحساب اللي انا حسابته ده ده كان حساب مصيبة تمام لكن الواحد من خوفه فخايف قوي ان هو يكونوا بيحسبوا كده لا ما اتضحش ان هو انت بتحسب كده تمام اتضح ان هو اعلى equity او اعلى balance حدث فيه خلال 24 ساعة ويبدأ يحسبلك بقى هنا اه هنا اهم حاجة المربع ده هو المهم عندك المربع ده هو المهم عندك كل ما يعمل لك refresh تشوف انت حدودك فين انت حدودك في هذا اليوم ايه 24941 يعني الرجل مثلا هيشتغل النهاردة خلاص مفيش مشكلة تفضل اشتغل بس خلي بالك انت حدودك كام 24941 وكل شوية بيعمل لك refresh تمام ال refresh دي مهمة طبعا هو تقريبا مش فاتح صفقات تقريبا هو اه هو كده مش فاتح لا صفقات تمام لان ما فيش حاجة اتغيرت فلو فاتح صفقات هتبدأ حتى الربح يتغير تمام الربح اللي هو 1408 ده يتغير اما على ربح اعلى او ربح اقل لو فاتح صفقات يعمل لك refresh تمام طيب هنا زي ما قلتلك الخاندية هي المهمة تمام account lose analysis ممكن فيه البعض بيجي لهم الخاندية على الشمال والبعض الاخر بيجي على اليمين ما تعرفش تقريبا اللغة الخاصة بالجهاز ممكن تمام هنا زي ما قلتلك 94941 ده المهمة بالنسبة لك تمام ما تخسرش في هذا اليوم لغاية هذا الرقم وال92000 دي سبتة ال92000 دي سبتة الـ 8000 اللي بتمثل 8% من الـ 100000 طبعا زي ما قلتلك كل ما تضيف ربح للحساب يعني الرجل ده اضاف ربح كام 1400 الـ 92 ديت ما بقتش 8000 لا بقت 9400 تمام بقى التراجع الكلي معاك 9400 تراجع كلي فأهم حاجة عندك هو التراجع اليوم هو اللي بيخسرك فأنت لازم تشوف على طول التراجع اليوم يبقى احنا كده عرفنا اخر 24 ساعة بيتم حساب الخسارة اليومية اعلى ايكوتي او اعلى رصيد شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله ونأسف لهذا القطأ غير المقصود احزف الفيديو السابق بحيث ان احنا ممكن نعمل فيديو اخر عشان ما يبقاش الناس فيه تشويش على هذه المعلومة شكرا جزيلا